سننتقل إلى موفدة الإخبارية السورية إلى حي الوعار في حمص عبد الزمام حياك الله عبده حياك الله إياد ولضيفك الكريم ولمتابعي الإخبارية السورية عبده لو تجمل لنا باختصار ما الذي أو كيفية أو آلية خروج الدفعة الثانية من المسلحين من حي الوعار منذ ساعة الصباح إلى الآن ما هي التطورات؟ نعم إياد حتى الآن استمرار بخروج المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعار إلى مدينة جرابلوس في شمال سوريا العدد حتى الآن كان هناك أكثر من 979 مسلح مع عائلاتهم تحديدا عدد المسلحين وصل إلى 350 مسلح حتى الآن طبعا العدد في زيادة الباص رقم 22 خرج الآن من هذه النقطة هو استمرار للتسوية والمصالحات في حي الوعار هذه هي الدفعة الثانية من خروج للمسلحين مع عائلاتهم من حي الوعار استكمالا للمرحلة الثالثة وللوقوف على الآلية التي تم التواصل بين المسلحين وقاداتهم داخل حي الوعار وبين الحكومة السورية يسرني أن يكون معي على الهواء مباشرة إياد الأستاذ حسان علوش عضو لجنة التواصل الاجتماعي أسعد الله أوقاتك صباح الخير أسعد الله أوقاتكم كان هناك جهود كبيرة قمتم بها وهناك كان عناء كبير قمتم به واجهتموه أيضا من خلال التواصل بين الحكومة السورية وبين غرفة عمليات كما كنت تسميها لي قبل أن ندخل على الهواء مباشرة لتدليل العقبات للوصول إلى هذا المشهد الذي نراه اليوم أولا صباح الخير سوريا صباح الخير لهذا الوطن الجميل الرائع الذي أتمنى أن يكون لكل مواطن أن يرى لذة هذا الوطن ويشعر بأمان ويشعر بمحبته كانت مهمة لجنة التواصل مهمة مضنية جدا لكن بعون الله وبفضله مع تضافر كل الجهود اتمكننا أن نتوصل لتزليل العقبات بين المسلحين ومجموعات المسلحة وبين الدولة حتى وصل الموضوع لبر الأمان وبعدها قامت الدولة بإتمام آليات العمال على إنجاز هذا الاتفاق ولكن كان الأمر كثير مضني لأن هذه المجموعات القرار ليس بيدها هذا موضوع لازم نعرف أن القرار ما عندهم قرار ومجموعات متشكلي من كل لم يكن هناك قرار واحد تم الإجماع عليه لم يكن لكن مع تكاسف الجهود تمكننا لجعل قرار واحد والحمد لله تمت المسالحة وتم الاتفاق شكرا شكرا جزيلا لك للسادة حسان علوش عضو لجنة التواصل الاجتماعي أيضا يادة معي الشيخ طارق الباشان أيضا عضو لجنة التواصل الاجتماعي حياك الله صباح الخير بترحم على جميع شهداء الوطن والرديفي وندع بشفاء لعجل الجرحانة طبعا الاتفاق حمص الوعر اتفاق جديد بنص على خروج المسلحين بالكامل وتسويت أوضاع المطلوبين وهذه المصالحات هي مصالحات محلية يعني بصير اتصال مع الداخل مع المجموعات المسلحة وبصير التواصل مع الأجهزة المعنيين فطم هذا الاتفاق وان شاء الله تعالى في فتح خنوات جديدة على الريف الشمالي فالمرحلة هاي تاني مرحلة لخروج المسلحين شاهدنا أسبوع المضى خروج والآن خروج تاني ومستمر عملية التسوية للمطلوبين وخروج المسلحين بالكامل من حي الوعر مشان موضوع الحولي والدار الكبيري هناك اسمعنا فيه عمليات عم تقوموا فيها بالإضافة أيضا لتواجد لجنة مصالحة لمركز حميميم الروس أيضا نعم موضوع الريف الشمالي كله بالكامل فتح معه قنوات من الوجهاء والشرفاء والمخلصين وفيه رضاء كامل بهذه المصالحات والتسويات نعم الحولي والرستان وتلبيسي والريفي الشمالي كله إن شاء الله عما خريب ورح تسمع إن شاء الله أخبار حلوة إن شاء الله شكرا جزيلا لك الشيخ طارق الباشان عضو لجنة التواصل الاجتماعي إياد بعمق الكاميرا تماما لو سمحت ماهر خروج للمسلحين طبعا هذه النقطة تماما عندها نقطة الباص الأخضر هي نقطة تفتيش من قبل الأجهزة المختصة هنا بوجود الشرطة العسكرية الروسية المسؤولة عن المصالحات هي من مركز مصالحات حميمين متوجدة هنا وهي أيضا كانت قائمة على هذه التسوية في حي الوعر هناك نقطة التفتيش تماما من بعدها يتم تجيل الأسماء للمسلحين معذويهم ويصعدون إلى هذه الحافلات هذا هو الباص رقم 23 طبعا قبل قليل كان الباص رقم 22 حوالي ألف مسلح مع عائلاتهم 350 مسلح من بينهم خرجوا من حي الوعر باتجاه مدينة جرابلوس طبعا سيتم ترفيق هذه الباصات من قبل الأجهزة المختصة وأيضا الشرطة العسكرية والهلال الأحمر إلى مدينة جرابلوس حسب الاتفاقية التي هي منصوص عليها سريعا لا أريد أن أطيل إياد ولكن تذكيرا للمشاهدين الدفعة الأولى خرجت في الثامن عشر من هذا الشهر الجاري خرج ما يقارب 1479 مسلح مع عائلاتهم إلى مدينة جرابلوس ليس هي الوجهة الأساسية فقط التي سيخرج إليها المسلحون أيضا هناك منطقة قلعة المضيق وبعضهم سوف يذهب باتجاه أيضا ريف حلب هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا العملية كما أفادنا محافظ مدينة حمص في الساعات الصباح الأولى بأن خلال الأسابيع القادمة خلال الستة أسابيع تقريبا أو الخمسة أسابيع المتبقية سيكون هناك خروج لما يقارب بين ستة ألاف إلى سبعة ألاف مسلح مع ذويهم إلى المناطق التي تم تحديدها ضمن هذه الاتفاقية العملية بدأت عند ساعات الصباح الأولى عند الساعة الثانية ونصف صباحا دخلت الباصات إلى داخل هذا الحي وتمت خروج أول حافلة عند الساعة الخامسة أعود إليك أياد نعم عبدو باختصار سؤال أخير هل من معوقات تواجه هذه العملية؟ الأياد هي العملية كانت يجب أن تتم قبل يومين تحديدا كان الموعد المقرر لألاء قبل يومين ما أفادهم محافظ مدينة حمص السيد طلال برازي بأن الخلاف الذي يحصل بين التنظيمات الإرهابية المتواجدة داخل حي الوعر هو من كان يشكل العائق لأنهم يرتبطون بأجندات خارجية كان في السعودية وقطر أو تركيا يكون هناك تعليمات لذلك هم يمتثلون إلى ما تأتيهم أوامر من الخارج فهناك من يتأخر اقتتال بين الفصائل فيما بينها وهذا أيضا المصادر الأسكرية المتواجدة هنا هي من أفادت بهذه المعلومة. الخلاف بين التنظيمات الإرهابية داخل حي الوعر هي من تؤخر خروج هذه الدفعات مع العلم أن هناك أكثر من أربعين ألف مدني متواجد داخل حي الوعر سوف يبقون داخل هذه المدينة وتم تسوية أكثر من ستمائة شخص قاموا بتسوية أوضاعهم خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في العدد في قادم الأيام. شكرا عبدو زمام موفد الإخبارية سوريا إلى منطقة الوعر في حمص شكرا لك عبدو.